بسم الله الرحمن الرحيم اليوم انتهينا من اجتماع اجتماع الثاني للجنة الشباب والرياضة بحضور الاخوان الكامل اعضاء اللجنة وكذلك حضور معالي وزير التجارة الاخ خالد الروضان ودكتور حمود فليط ودير عامة للرياضة والسيد رجب محمود مساعد مستشار القانون بيهاي العامة للرياضة محمد محي الدين مساعد مستشار القانون بيهاي العامة للرياضة السيد الدكتورة هناء محمد البطي رئيس اللجنة الكويتية لمكافحة المنشطات السيدة نادي الشمالي نائب رئيس لجنة المنشطات السيد سالم الاعتيبي والسيدة مشاعر الفضلي رئيسة الدارة القانونية في الوزارة واول موضوع كان عندنا هو مشروع قانون في انشاء الهيئة الكويتية لمكافحة المنشطات اخذنا بآراء الاخوة وآراء الوزراء تعكدنا بأن ما هو مطروح أمامنا يتلاقى مع ما تريده الوكالة الدولية لمكافحة المنشطات وكان القانون عبارة عن 12 مادة ولله الحمد تم التصويت عليه بالإجماع كامل المواد وبالتالي سيرفع ليدرجع من ضمن جدول الأعمال جدول أعمال الجلسة أقصد في ذلك وهذا 12 مادة متوافق عليه إن شاء الله بإذن الله نقرر ونخلص منه في أقرب وقت وهذا شيء راح نتناقش فيه مع الحكومة ومع باقي الأعضاء في لجنة الأولويات فهذا أول مشروع له الحمد هذا ثاني اجتماع خلصنا منه من قانون كامل الآن ثاني شيء كان على جدول الأعمال هو الاقتراح بقانون مقدم من ساد الأعضاء كذلك مجموعة من الأعضاء يختص بالمنشطات دمجناهم كلهم في جدول مقارن كالعادة ومن تأحت إليه اللجنة هو ما أخذ فيه فأولاً وثانياً هما كلهم نفس لنفس الموضوع لمكافحة المنشطات إنما الأول مشروع بحكومة الثاني كان اقتراحات بقوانين دمجناهم وخذنا القرار فيهم وصوتنا على القانون ثالث شيء كان عندنا هو مشروع قانون بشأن إلغاء القانون الرقمية لسنة 2015 في شأن الهيئة العامة للشباب والرياضة مثل ما تعرفون يا أخوان هناك توجه عام في الحكومة لتقليص الحيئات خاصة الحيئات التي تتشابه أهدافها وبهامها مع حيئات أخرى قائمة في الحكومة في المذكرة الإضاحية للقانون قانون إلغاء أو إعادة دمج هيئة الشباب مع وزارة الشباب ذكروا عدة مسببات منها أن من 2015 إلى اليوم لم تكتمل الهياكل التنظيمية ولم تكتمل الكوادر في هيئة الشباب بالإضافة إلى أن الاختصاصات التي تمارسها هيئة الشباب وردي تمارسها وزارة الشباب أحنا اللي طلبنا من الحكومة أخذنا قرار بعدم التصويت الآن إلى اجتماع يحدد الأسبوع القادم بإذن الله يأتونا برد مكتوب كامل عن الأسباب اللي دعتهم بخلاف ما هو مذكور في المذكرة الإضاحية أسباب مكتوبة ما هي الكلف المالية ما هو مصير مين يعمل الآن كيف إذا ذهب إلى أعيد دمجة بالوزارة شنالي رح يكون وضعه أنا شخصياً أتكلم ولا أتكلم عن لسان اللجنة لو ترك لي الأمر لو وافقت اليوم أنا مع تقليص الهيئات اللي مالحداعي لأنك لا تتبعها كوادر وتتبعها كمية موظفين عموماً ما رح تختلف الميزانية كثيراً لأن وقت الدمج رح تعزز ميزانية وزارة الشباب كونهم رح يعني يضمون هذه الهيئة أو كوادر هذه الهيئة تحت مظلتهم فننتظر المبررات المكتوبة من الوزير في الأسبوع القادم حتى نأخذ فيها قرار إن شاء الله في اللجنة أعتقد أننا نميل إلى إلغاء حيئة الشباب أنا كنت من الناس اللي حضرت احتفالية تدشين الاستراتيجية العامة للشباب الحقيقة كنت موجود في المسرح وقريت وشفت وكانت على أيام الشيخ سلمان الحمود الحقيقة ما شفنا كلام هلامي لا يوجد برنامج محدد لكيفية تمكين الشباب وغيرها فقط هناك عناوين هلامية تمكين الشباب إشراك الشباب دعم الشباب كيف شلون شالبرنامج شفرقك عن أي إدارة للشباب موجودة في أي وزارة وغيرك ما كان واضح ودليل إن إلى اليوم ثلاث سنوات منذ إن شاء هذه الهيئة تقريباً إلى الآن لم تكتمل الكوادر ولا الهيكل التنظيمي كامل وبالتالي أنا أعتقد الغاهة ولكن هذا قرار لجنة لا أخذ بروح بذلك انتهى جدول الأعمال وذهبنا إلى ما يستجد من أعمال بما يستجد من أعمال كان هناك تكليفين فتحناهم أول تكليف كان يخص قانون قانون تنظيم النشاط الرياضي الخاص والاحتراف بحيث كلفنا الحكومة بأنها الآن بعد ما خلصت الترجمة كانت عندنا مشاكل في الترجمة يا أخوان مشاكل بالمصطلحات في الترجمة والذي طول معنا أكثر بعد ما خلصت الترجمة لازم الآن نطابق الترجمة مع قانون الرياضة الحديث اللي تونا طلعناه حتى تصير المصطلحات واحدة فهذا شوية اللي طول معنا بس جهزت وخلصت فالآن كلفنا الحكومة بأنها تراسل الجهات الدولية بما فيها بما فيها اتحاد الدولي لكرة القدر ونجنة العلمية الدولية وباقي الاتحادات لأن الموضوع الاحتراف وموضوع تنظيم النشاط الرياضي الخاص يخص جميع الرياضات ما يخص كرة القدر فنأخذ الرأي نستأنس برأيهم أن مطابق ولا ما مطابق أنا حقيقة يعني مهتم في هذا الموضوع لمعرفة رأيهم الفني رأيهم الفني في بعض الأمور الفنية اللي احنا حاطينها في القانون ما يخص مثلا الاستركتر العام لرياضة المحترفين كيف تكون من روابط تحمي حقوق اللاعبين وروابط تحمي حقوق الأندية حقوق النقل لعب المحترف وغيرها من أمور لأن يا أخوان احنا الآن مقبلين على خطوة جديدة ما كانت موجودة بالسابق وبالتالي متوقع الأخطاء فأفضل شيء نعمل أن نرى ما وصل للعالم في أفضل تجارب الاحتراف التي تتشابه مع وضعنا الحالي فلذلك ما في أفضل منك تراسل المنظمات الدولية حتى يعطونك مقياس معين تمشي عليها أو إذا هناك أي تعديلات في هذا الجانب فنأخذها من باب التوصية وليس الإلزام كذلك فيما يستجد من أعمال كلفنا الوزارة كذلك بأنها تتخاطب مع اللجنة الأولمبية الدولية أو تشرح لنا في الأسبوع القادم ما هي الخطوات التي ستتبع لرفع الإيقاف عن باقي الرياضات تعرفون نحن نجحنا في كرة القدم وبقت باجي الألعاب إلى الآن حسب ما وضحوا لنا الأخوة في الوزارة لأن القانون لما صدر الآن صار إلى شهرين والقانون يعطيهم مهلة ستة شهور لحين يستكمال لائحة الداخلية والأنظمة والأنظمة الأساسية إلى أن يستكملونه لكن الأسبوع القادم سيكون هناك نقاش مطول يتناول ما توصلوا إليه في باقي الرياضات فهذا ما حصل اليوم يا أخوان إذا في أي سؤال تفضل هناك في قصة المرجمة تتبج إلى غائية الشراء أنا أعتقد ذلك هناك رائع المحاسبة يموصي من أفتاع عائية الشراء وما لا يرتج إلى هذا وهناك صحي هناك آراء من مجلس الأمة نفسه في لجنة الميزانيات ولجنة واللجنة المالية تحث الحكومة على الإلغاء وهناك قرار صادر من مجلس الوزراء بإلغاء الهيئة بعد أخذ الموافقة يعني من المجلس الأمة أنا قاعد أقول لك هناك آراء متعددة الديوان المحاسبة ينظر لها من نظرة يمكن مختلفة مختلفة يعني ويجب أن نجمع كل هذه الآراء مع بعض حتى نأخذ رأي لذلك نأجلنا القرار أنا أميل إلى أني أنا شخصيا لمعرفتي السابقة ما أدري عن ميول الأخوة في في اللجنة بس إذا جت المبررات الكافية وكان في حدر للمال ولا في أهداف واضحة ومهام واضحة مختلفة عن مهام وزارة الشباب فما هو السبب ليبقاها لا يوجد سبب ليبقاها وإذا تذكرون الوثيقة الاقتصادية اللي عرضت في مجلس 2013 كان منظم منها إلغاء الهيئات وليس التوسع فيها ولكن حدث نقاش ما بين أخوه الأعضاء وما بين الوزارة بأن لا تأتيني بقضية العامة للشباب بمعزل عن باجئة هيئات الحكومة هل هذا توجه كامل للحكومة بالإلغاء ولا كل وزارة بتأتي وتعطي استراتيجية مختلفة هل ما زلنا ماشيين على الخطة السابقة حقيقة في أمور تحتاج توضيح يعني حتى نطلع نوقف على البوديوم ونقول تم الإلغاء بناء على توجه عام وهي ليست الهيئة الأولى عملا أنا حسب ما عارفه في لجنة الأولويات وهذا غير متوفري يمكن لبعض الأخوة عندنا في اللجنة أن هناك هيئة ستلغى غير الشباب هناك هيئة أخرى ستلغى كذلك الوزارة كافية وهي أعتقد هيئة هيئة القرآن الكريم هذا مشروع نفس هذه هيئة القرآن الكريم إلغاءها ليس إلغاء لمهامها إلغاء الهيكل المهام موجودة في الوزارة ستكون إدارة كاملة في الوزارة موجودة وممكنها تمارس نفس الأدوار نفس الموظفين يرجعون على نفس مناصبهم إنما ما يكونوا في هيئة يكونوا في وزارة وهذا تخفض الأعباء المالية على الحكومة فما هي الأولى فهو توجه عام بسيئة الآن هيئتي الهيئات كثرة نحن عندنا يعني نبي نعرف هل سيتبعها هيئات أخرى ولا لا في أسئلة وجهة نسألوها الأعضاء نحتاج إلى رأي وغاضح وله شيء يعني مستعجلين عليه بسرعة حتى نأخذ فيها رأي سريع ليس ك القانون المنشطات اللي احنا واكفين يعني احنا غير معترفين إلى أن نخلص هذا القانون هذا يعني يحظى بنوع من الضرورة تفضل تفضل طيب أولا يعني اليوم يوم المرأة نحن نبارك لكل النساء حول العالم بهذا اليوم نبارك لأخواتنا لأمهاتنا بهذا اليوم وهذا من الأنشطة يعني الجميلة الأنشطة التي تقوم فيها للمجتمعات المتحضرة من ظهار مكانة المرأة وتمكينها اللي أعلم عن الموضوع وأنا كان لتصريح مضاد لتصريح بعض الأخوة اللي هددوا الوزير بإلغاء الحفلات أن هذا حقيقة سيطرة وتوقل في خصوصيات الناس وحفلة في مكان ما تود أنك تشوف الحفلة اللي هتحاضرها ببساطة فالآن تمكين المرأة نعم هذا اللي أعلم أن السبب الأساسي هو تمكين المرأة والتالي هو متناسب مع يوم المرأة وليس مثل ما تدعوا للمثليين وغيرها اليوم يوم المرأة وحطوه بيوم المرأة لكن هذا للتلبيس فقط حتى يشوهون المنظر ويضغوطون على الوزير أنا أعتقد أن زمن هذه الترهات انتهى زمن الاقتراحات السخيفة الرجعية المرأة لا تعمل بعد الساعة ثامنة ليلة ومن هذا الكلام السخيف أعتقد انتهى إذا لم يكن هناك في المجالس السابقة من يرد فإحنا قاعدين ونرد وحريات العالم شيء نصونا يعني بكل ما نملك وهو أولى الأولويات ولا يجوز لأي طرف يريد أن ينمط العالم حسب النمط اللي هو يرتاح فيه ما يصير إحنا كلنا تشابه مع بيتك عندك مشكلة في هذه الأماكن مشكلة تعتقدها شرعية مشكلة شرعية عندك بتفسيرك أنت أخي العالم كلهم يحترمون الشرع يعني مبس أنت لقى أنت ترأب نظرة مختلفة كن على ما أنت عليه ما حاجة يغيرك لقى لا تدخل بالناس ولا تدخل في شؤون العالم فهذا رح نقف وقفة صانمة ما فيها عندنا لا وزير عزيز ولا وزير حبيب أي واحد يرضخ لهذه الدعوات الرجعية المملكة العربية السعودية الآن تذهب بالانفتاح وفتح دار الأوبرا في كل مكان في المملكة وإحنا قاعد نرجع ما عندهم شرع ما يخافون على الدين ما يغارون على الدين لكن التخلف عندنا تخلف موجود عندنا هذه النظرات الداعشية موجودة عندنا فيا أخوان إحنا يجب أن نحارب حتى التفكير في تضييق العالم وحرياتهم نريد أن الكويت أن تكون كما كانت هذا لا يجعل من الكويت أنها تنزع ثوب المحافظة إحنا ما المحافظة نراها بطريقة مختلفة غير ما يرونهم وعش أن تكون محافظة يجب أن تكون مثله مثله بالضبط وحاشا لله أن نكون مثله ومثل مقدمين الاختراح فعن بالظاهر ملائكة في حياتهم الخاصة بلاوي ترضى يدخل في حياتك الخاصة ما حد يقبل لذلك يجب أن يقفوا عند حدهم وإحنا الآن الوزير هناك أمامك حفل قانوني لا يوجد فيه أي مشكلة ولا يمس أي قانون إن قربت يم ما قربنا يمك قلناها الأمس في التصريح ونأكدها اليوم مو من حق أحد أن يأتي ويتدخل في شؤون الناس وفي احتفالاتهم وفي كل اللي يعملون من أنشطة لا طالع ما كانت قانونية تحت ما ظلت القانون إحنا ما تحت ما ظلت لحيتك إحنا تحت ما ظلت قانون لذلك يجب أن تكون هذه الأمور واضحة لن نقبل بالمساس بحريات الناس أبدا ولن نقبل ساعة داخلك وزير بسبب ضغط من نائب شيلوا الفقرة الفلانية حط الفقرة الفلانية لا هو دور الوزير ولا هو دور النائب شيء قانوني في جهات تراقب انتهى الموضوع هذا سواء لموضوع يوم المرأة وقرع الجرس وأنا قال لهم إن لم يقرع الجرس أنا أطلع بنفسي أقرع الجرس لأنها العملية عملية رمزية ورمزية غاية في الرقي ما تشبها أي شابة كل الدول المحترمة تعملها كل الدول التي لقها في تاريخ خطهاد للمرأة من باب تمكين وتكريم المرأة يعملون هذه الاحتفاليات بيوم المرأة ونرد مبارك لإخواتنا وإخواننا وإمهاتنا النساء وحول العالم بيوم المرأة ونتمنى لهم الازدهار والتقدم والمساواة وهم لا يقلون عننا لا عقلا ولا دينا ولا شيء شكرا